أهلا وسهلا بك أسامة سباح الخير وسباح الخير لكل مشاهدين جمعة مباركة إذن تستمر الأمطار الرعدية في التساقط بكمية تتراوح بين 30 إلى 40 مم محليا فيما يخص أغلب المناطق الداخلية للوطن وهذا حسب النشرية الخاصة التي كانت قد أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية فالأمطار ستستمر إن شاء الله لغاية منتصف نهار اليوم بكمية تقارب 40 مم محليا أحيانا مرفوقة بتساقط حبات برد وكنا سجلنا خلال يوم الأمس أو ليلة الأمس تحديدا تساقط أنطار محليا معتبرة خاصة تقريبا أغلب المناطق الداخلية وفيما يخص الولايات المعنية باستمرار النشرية الخاصة هي كل من ولاية البيض الأغواط الجلفة لمسيلة تسمسيلة تتيارة غليزان معسكر وولاية سعيدة وحسب تنبيه آخر أصدره الديوان الوطني للأرصاد الجوبية فالأمطار ستقارب كميتها 30 مم محليا ستكون إن شاء الله بداية من منتصف النهار وتستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم تحديدا بكل من ولاية سيدي بالعباس سقهراء سميلة أم لبواقيت بسا قلمة بثنة قسنطينة وولاية سكيك دا خنشلة أيضا بسكرة أولاد جلال وغردايا أيضا حتى شمال السحراء منطقة الواحات وأيضا الساورة معنية بتساقط الأمطار إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم وهذا حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فإن شاء الله كل من غردايا كذلك بشار بن عباس وعين الصفرة نبقى ونسلو خلال الأيام القليلة المقبلة تساقط أمطار رعدية بكمية تتراوح بين 10 إلى 15 مم محليا واللاحظ أن أغلب المناطق الشمالية للوطن نبقى ونسلو فيها إن شاء الله تساقط أمطار رعدية على فترات متقطعة فيما يخص أغلب المناطق الداخلية وقد تمتد لتخص حتى السواحل الوطنية ببعض الأمطار المتفرقة كمية الأمطار المتوقعة للأموم تتراوح بين 20 إلى 30 مم محليا تحديدا بكل من بسكرة الجلفة الأغواط البيض سعيدة لمسان سيد بالعباس تيارة مست غانم شلف الجزائي العاصمة البليدة المدية البويرة بيجاية والعيد سطيف أيضا قسنطينة السوق هراست بسة باتنة وإن شاء الله هيدان الطرف كما قلت الأمطار ستكون حاضرة خلال يوم الغد السبت على أغلب المناطق الداخلية للوطن وحتى السواحل الوطنية إذن خلال يوم السبت ستكون بكميات معتبرة خاصة على السواحل الشرقية كجيجل بيجاياسكي أيضا سوق هراس بكميات قطس حتى 40 مم محليا أما خلال يوم الأحد فستخص كما أسبق وذكرت أغلب المناطق الشمالية بكميات تتراوح على الأموم بين 20 إلى 30 مم محليا عن توقعات درجات الحرارة القصوى فإن شاء الله ستكون مرتفعة مع كل هذه الأمطار اللي رح نسجلها إن شاء الله فدرجات الحرارة ستكون مرتفعة على أغلب المناطق الساحلية بداية من يوم الغد السبت وكذلك الأحد إذن قد تتعدى إن شاء الله 33 درجة على السواحل الوطنية يعني حتى خلال ظاهرة اليوم الجمعة رح نسجل في حدود 33 درجة على كل من وهران عن تيموشانت ومست غانم الجزاء العاصمة حوالي 28 درجة عن نابا جيجل سكيكدا 31 درجة خلال ظاهرة اليوم الجمعة وكذلك خلال يوم الغد السبت المناطق الداخلية وكذلك على مقياس 31 درجة بيشلف غليزان سيدي بالعباس جيال مطارف والسقهراس لمسيلة بوسعدة ستقارب 28 درجة تيزيب الزوال بويرة رح نسجل إن شاء الله في حدود 28 درجة أكيد الولايات الجنوبية رح تعرف كتلة هوائية ساخنة تخص وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري وستكون ضمن تيارات من جنوبية لجنوبية غربية رح تعمل على ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى خاصة على السواحل الغربية فإن شاء الله كعلى مقياس 30 و40 درجة بإنصالح برج باجي مختار إنقزام أدرارتي مياوين وارقين رح نسجل ببشار غردايا زلفانة كأدنى مقياس بما أنه معنية بتساقط الأمطار أكيد الأجواء ستكون يعني درجات الحرارة منخفضة فيما يخص باقي الولايات الجنوبية فرح نسجل إن شاء الله في حدود 28 درجة فقط وهذا كأدنى مقياس إليزي جانت إناميناس ستقارب إن شاء الله 30 درجة كذلك يرتقى بكم في تطاير بعض الزوابع الرملية على وسط الصحراء مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على أقصى الجنوب الجزائرين توقعت حالة البحر إن شاء الله لنهار اليوم وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فالبحر سيكون هادئ إلى قليل الإضطراب سرعة الرياح ستقارب إن شاء الله حوالي أو بين 20 إلى 40 كم في الساعة الرؤية دائما تبقى متوسطة وعلو الأمواج بين أقل من المتر إلى المتر على كافة السواحل الوطنية وخلال يوم الغد السبت الأحد والإثنين البحر سيكون هادئ وجميل تقريبا على طول الشريط السحل إذن مشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوية المرتقبة خلال نهار اليوم وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أساما خلال الإصغاء